إجراءات صارمة نحو مخالفات البناء بعد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعامل معها بشكل حازم وعدم السماح بمخالفة القوانين والاستلاء على أراضي الدولة حيث تم فتح باب التقنين خلال الفترة الأخيرة ومنح المخالفين مدة زمانية لتقنين أوضاعهم الإخلال باقتصاديات الدولة التجاوز القانوني نتيجة أن أنا أبني على أرض ممنوع البناء عليها وأنا عارف أنه ممنوع البناء عليه وبقول حيعملولي إيه دي أرضي الأرض ملكك والدسور يصون الحرية الخاصة بالملكية الخاصة لكن لا تجور على حق المجتمع على حق الميت مليون بأنك تبني على أرض بتأكل الميت مليون بتنتج للميت مليون مش بتنتج لحضرتك أضرار اقتصادية تستنزف خزانة الدولة نتيجة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية والذي يؤدي إلى استراض السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة والحاجة المستمرة للاستثمار في استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة التعدي على الأراضي الزراعية ده بيكون ليه أثار سلبية في تقليل وانخفاض حجم الناتج المحلي من قطاع الزراعة وبالتالي ده بيرهق الدولة أن هي تعود قلة المحاصيل الزراعية اللي بتتعرض للنقص بسبب قلة الأراضي الزراعية المزروعة أن هي بتستوردها من الخارج وبالتالي ده بيقلل وبيخفض من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي أما بالنسبة لموضوع البناء المخالف ده بيكون ليه أثار سلبية جدا على مسيرة التنمية والمخطط الخاص بالتنمية في التوسعات في إنشاء محاور جديدة تربط شرايين العاصمة مع باقي المحافظات مع قرب انتهاء المدة الزمنية يطلق المحافظون جرس الإنذار للتعامل مع المخالفات إلى جانبي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المخالفين